هي جلسة يعني زي ما بنقول كده زي مجلس النواب كده بتكون جلسة بيتم فيها تحديد الأمور انتخاب اللجان النوعية أو هي جلسة إجرائية بمعنى صح تفاصيلها بتختلف إلى حد ما هي جلسة إجرائية وبيتم فيها زي مثلتك تفضلت اختيار الرئيس والوكلة وروساء اللجان فضلا عن حلف اليمين الدستورية ولكن لا تستطيع ان انت تجزم ان احنا نقول ان هي إجرائية شكلية بالشكل الحرفي لمفهوم الشكلية أو الإجراءات الشكلية لان لما بنرسخ الهيكل البنائي لمجلس تشريعي أو الغرفة الثانية في جمهورية مصر عربية فضلا عن مجلس النواب فتستطيع ان انت برضو تقول ان هذه جلسة مهمة بمكان لان بعدها على طول بيبتاء الأدوار المنوطة بهذا المجلس وفقا للتعديلات الدستورية اللي حدلك تفضلت بيها لعام 2019 بتختلف ازاي دكتور ايمان عن الجلسة الاولى لمجلس النواب لان طبعا مجلس النواب الناس يعني عارفة تفاصيله الى حد ما بخلاف مجلس الشيوخ او مجلس الشورى اللي كان غاب عن المشهد السياسي الكبسة حاول نفكر الناس ونعقد وجه مقرع يعني برضو ما فيش اختلاف بين او ما فيش بون شاسع بين الغرفتين او بين المجلسين ولكن مسألة الحلف اليمين واختيار الرئيس والوكلاء الوكلي وايضا الرؤساء اللي كان النوعية وهذه اللي كان ايضا تكاد تكون لجان ممثلة ومشابهة في ادوارها بخصوص مجلس النواب عدا الشق الرقابي والشق التشريعي المباشر يعني احنا نعلم ان مجلس النواب موجب الدستور هو الهيئة المباشرة التي تشرع التشريعات والقوانين الداخلية في جمهورية مصر العربية ولكن مجلس الشورى ايضا بيشارك في هذه العملية من حيث انه بيبدي اراءه وبتعرض عليه اهم القوانين المكملة للدستور اهم مشروعات التعديلات لمواد الدستور واهم حتى الملامح العامة للتشريعات في مصر المتعلقة بامور اهمها الخطة العامة والسياسة العامة للدولة ومشروعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وايضا معهدات مهمة جدا وجوبا المجلس بيراجعها وبيقراءها وهي معهدات السلام وعهدات الصلح وكافة ايضا المعهدات الدولية التي تتعلق بالحقوق السيادية لجمهورية مصر العربية اشتركوا في القناة